ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انتو متزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيها برج الجدي عليك حميمية انا بش نحاول ناخد كارت خامس لانو على ما يبدو ثم قصة الهمي عندنا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شوفك ما قلنا عنك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة زواجي اما الشخص دي كانت تربتك به علاقة قوية اللي هي قوية شنو علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عما طيب فم انجي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة ينرجم يكون وقالي تهبك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شوفه اكثر من الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا واحدك بشي وموفيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا ناخذها ونشوف شنو هم حاجه اجددها بصفتين عاما وش فالعاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكما قلتك ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا تخليك وحدك في طريق قلة تكمل وحدك انا طريق هذية ما عادش يساعدني مش طريقي امشي لوحدك حاجه يعني حاجه من نوع هذي فما خياني ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توأم للكثير منكم ممكن تكونوا توأم شواله والشخص دي مش فاهم يعني قصك توأم شواله مش فاهم يعني شوه العلاقة بالضبط فهو الهرب وانت المطارد عامة هذا شي ففيه عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجه ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه هذية مش نخليها الكروت هذية عامة عموما في كثير منكم ممكن قريبا تتزوجه يدرج الجديد ان شاء الله بالتوصيد خلينا نبدأ ونشوفه اولا انا حاب ناخذ ايضا ويسكنت هذو ما نشوفه الطاقة طاقتك انت وطاقة الشريك نتافي طاقة الحامل الوديع تقريبا ثم شبه بين القائدين الطاقتين على فكرة ثم شبه الكوتشينا هذية مالنجموش نقراوها معكوسة متجيكن بالطريقة هذي او بالوجه هذي طيب انا نشوف انه برج الجديد في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش وقل وحدك شايفتك شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما عموما او بصفة نعامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش منعزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هما يعني دخلوك معهم في العلاقة او خليوك معهم في علاقة ولكن انت اللي تسحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حصل انه ممكن يكون شخص دي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس بمكيفة اوكي وانا شوف انه عامة عنده بعض يعني متألم او حزين فمشي ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نبدأ برج الجديد ونشوفه بالطارط بفهول اول كارت وطلع لك على فكرة برج الحمل وحتى في الكوتشينيرية وطلع لك برج الحمل وحن قدمان وكارت برج القوة شايفي فيه اشخاص او فيه شخص يفكر فيكم في الثاني هذي على الاغلب انت بطريقة روحية اوكي تفكيرك في الشخص هذي فيها روحانيات ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية يعني انا شايف فيه غموض ممكن انت فم حاجات كثيرة انت متعرفيش على الشخص هذي او فم واحد فيكم خايف عامة اوكي بالرغم انه فم حب وبرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هذي حتى الكروت الاولانية اني نزلنيهم فيها كارت الطاقة الجنسية الشخص هذي على فكرة بيحس نحيطك بالفعل بطاقة جسدية بيحس انه انت تعبك معه وانه هو بالفعل يعني كما انت او كما الكروت قانونا انه فم خيانة اوكي والعموما الحب موجود وانت على ذكرة بتحب الشخص هذي يعني بتحس انه هو صلميت او توين فرين وبتحس انه هو الحب الحقيقي هذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت بتفكر فيه بها الشخص هذي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص هذي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص ليه مش معاك مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت وقلوا احنا اوكي وانت حاسس انه هو مخطبي عليك حاجات وانه فم حاجات كثيرة مريبة انت مش فاهمها وممكن كما قلنا تركك ومشير مثلا ان اختفى فجأة يعني شوفوا يا اما اختفى فجأة يا اما هو مثلا عشبت كما يقولوا بيشي وما اوفيش بيه مثلا قللك يعني احنا بش نتزوج وانت بنيت احلام وبنيت امال معاها الشخص ليه وفجأة انسحب مثلا من المعلاقة وفجأة يعني ترك الجمر بما حمل ومرحل فهمتوا القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذيه انه هو بيجي فجأة يعني وقلوا احنا بيختفي فجأة اوكي وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا مافيش شيقة بينكم عموما انتم والشخص لايبا تماش تقريبا شيقة بينكم طيب اوكي طيب انتم موكن تكونوا علاقة تحية سابقة على فكرة انتم موكن تكونوا علاقة تحية سابقة بالفعل طيب شوفوا هو بشوف انت شخص حسيش جدا وعملت حاجات معاه يعني مواقف مثلا ما شغلتش علي من الاول قبلته كيف ما هو يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهامة تهمت القصة ويعني بشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص شخص هذه شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من ناحية اخرى شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذه هو يعني متأكد انه هذه من طبعك انت الغموض وانت ايضا بتحس انه هو غمض والغموض هذه ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقول هيلك او مش حابب انه هو يدرشك بيها معاه مثلا تهمت القصة فهو بيشوف انه انت شخص مضحي غيرت له مثلا حياته ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة في التهيل هو في حد ذاته وساعدته على المستوى الروحي كثيرا فهمته فوجودك بصفة عامة في حياة الشخص هذه خلته يفهم ممكن اشيء ممكن انت تكونوا ساعدته مديا ايضا للبعض منكم مش للناس الكل ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته خليته شخص يعني يثيبت يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته كأنك يعني عرفته شفته يعني انت ماخذ طاقة القمر بالضبط فمشاعر تجاهك مشاعري يعني نقولوا احنا ثابتة ممكن هو انا شايف انه هو حابب يرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص المناسب ولكن على فكرة ممكن تقول فما شيء اللي وقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه ثم حاجة اخرى طيب اوكي اوكي شوفوا الشخص دي شايف انه انت وهو المفروض ترتبطه ولكن مش بالطريقة التقليدية يعني انكم مثلا تقعدوا مع بعض تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو مساعدة لظروفك انت ممكن يكون متزوج الشخص دي للبعض منكم مش للجميع مثلا اه عليش لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات وهو على فكرة متمسك بيك جدا وشايف انه انت ساعدته كثيرا في حياته وعلى فكرة هو ساعد جدا معك وفما ذكرياته ومحتفظ بيها بينه وبين نفسه وساعد جدا 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 بالعلاقة معك اه هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته قوله احنا مثلا كان عنده عادة سيئة مثلا تدخين او اه يعني ايا كانت العادة السيئة هاليا مش بالضرورة انت قعدين عدد لكم فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو اه يغير الشيء هذي اوكي او العادة السيئة هاليا اه اذا كنت مثلا ما ساعدتوش مديا مثلا ساعدتو اه نفسيا على المستوى الروحي ايا كان فا اه كأنه مثلا الشخص هاليا يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرا بصراحة اوكي طيب طيب اه اه وشايف انه انت ممكن تكون متشائم اوكي فاقد الامل في العلاقة او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كين يصدر منه وممكن تكون اواخي بفكرة عن عن الحب من الطفولة ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص هذي انت ك desper Cherokee اوكي ممكن تكون حتى متأثر او اه يعني عن الحب عن العلاقات بصفة عامة فا كأنك يعني اخذت مثلا فيه اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك اوكي ا characters ولدك وعلقته بولدتك أصدقاء أقارب حتى جيرين مثلا فأنت تقريبا أخذتك الشيء اللي أنت شفته وحسيت أنه كل العلاقات يعني بالضرورة افهموا معي كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هذيك يعني كأنك أنت خبيت أفكار مسبقة وكأنك عملت لها تنزيل وهناه هذي هو الخطأ أو هذي هي الحلقة المفقودة يعني بيشوف أنه أنت عندك فكرة ثابتة عن العلاقات أوكي والواضح أنه أنت بالفعل أخذت فكرة وحابب تطبخها الشخص دي بيحبك جدا وشايف أنه ممكن أنت حاطت قيود شوية ومتمسك وشايفك متمسك بأخلاقيات معينة في حياتك ولكن وممكن يكون حابب يقولك أنه الزمن تغير أنه مش بالضرورة على كل شيء فيما يخص تفكيرك أنت فقط يعني مثلا أنت قلو أحنا من نوعية الأشخاص مثلا بيتفرج كثيرا أنه متأثر بالأفلام مثلا الدراما المصرية القديمة فأنت بتشوف أنه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر والإحترام والعلاقة فأنت تقريبا بازلت مثلا يقولوا أحنا بتحاول أنك العلاقة اللي تعيشها القصة الحب اللي تعيشها تكون بالطريقة هذيك هذي مثالة ومتقولوا ليش أميرة وطحنة ليه وأنا عليش نسكر التحليقاتي إنه نلقى ناس مش فاهمة أصلا أنا بعطي مثال فطبق أنت لو مش النقطة هذي مش مناسبة ليك طبعا ومش أنت لا أنت بالعكس الشخص يعني فخلاص يعني مش مشكلة يعديها أوكي فكأنه يقولك يعني أعمل حساب إنه فيه ناس مختلفين عنك وإنه أنا مختلف عنك وإنه أنا نحب أشياء ممكن أنت ما تكونش تحبها يعني احترم الإختلاف اللي بيننا تمام؟ فالشخص هذي مش حابب أنه أنت كيش نرجع ما نقول هذي أنت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سلبية شوية مثلا قلت له أنت خين أنت مش تتركني وتمشي أنت مش حاسس معه بالأمير مثلا فحابب فكرة أنك تربته معاك مثلا فتحب يعني تقولوا أحنا مثلا تحب أنت زوج رسمي يعني علاقة رسمية وفهمتك فيه شهرطة وهو مش مستعد مثلا أوكي وشيف تقريبا إذا كان حبينا نقوله الكلمة وتطلع صحيحة كأنك حابب أنت تحط شروط أو تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية يعني هو بيشوفك بصورة ما هنذكر فكرة هذية يعني ممكن مش ضروري أنت بتحبه مثلا زوجك رسمي ولكن هو شايفك بصورة هذية شايفك شوية تقليدي ممكن يعني بكل أمانة تمام؟ ممكن يكون شايفك شوية تقليدي طيب مسان منتظرك على فكرة حتى لو أنت منفصلين بيشوفك يعني حسس جدا 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 وأنت شخص تعمل فقط لك بالك صعب السيطرة عليك صعب السيطرة عليك بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة أنا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي ولكن عليش هو الشخص داي شيف وأنت مختلف عنه أشوفه عموما أنا نحب أن يخذ كارت من كروت أو كارتين من كروت ملائك الحب ممكن يفسرنا شوية أو يفسرنا العلاقة كان يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحب إنو في بعض الأحيان ما يعطي ليش فكرة جيدة برج الجديد علاقته بشريك و برج الجديد علاقته بشريك